هذا وقد انطلقت النسخة الثالثة من منتدى أسوال للسلام والتنمية المستدامين وشهد اليوم الأول حضوراً لرؤساء الدول الإفريقية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القارة الإفريقية انطلاقة قوية ومميزة للنسخة الثالثة من منتدى أسوال للسلام والتنمية المستدامين نسخة شهدت في يومها الأول حضوراً قوياً لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية وسط مناقشات مثمرة لعدد من الموضوعات التي تهم القارة الإفريقية وذلك تحت عنوان إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثير المناخي مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود ومستدامة كان فيه في الجلسة الأولى الحقيقة مشاركات مهمة من الاتحاد الأفريقي ومن مجموعة من الوزراء الأفريقية واتكلمنا عن أهمية أن تكون الحلول الأفريقية أن يكون صوت أفريقيا مسموعا أن تذهب هذه التوصيات إلى مؤتمر قمة المناخ الكوب 27 اللي هيعقد في شرم الشيخ ليحمل صوت أفريقيا رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته انعكست على واقع الجلسات التي ناقشت أبرز التحديات في القارة الإفريقية وفي مقدمتها مواجهة أزمة الجذاء وتعزيز الجهود الشاملة لمواجهة تحدي الإرهاب وجهود الاتحاد الإفريقي في إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع في إفريقيا وتعزيز الترابط بين التكيف مع المناخ وبناء السلام وتمكين أصوات الشباب الإفريقية والاستفادة من دور المرأة كمحفزات للصمود نحو السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا مؤتمر أسوان هام للغاية وفي وقت قريب ستقوم أفريقيا بتنظيم مؤتمر كوب 27 هنا في مصر وتغير المناخ يعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الآن وهو مرتبط بشكل كبير بالتنمية والاستدامة كما أن أفريقيا تفقد من 5 إلى 50% من منتجاتها الزراعية بسبب تغير المناخ سنويا لذا فإن هذا المؤتمر يجمعنا سويا للتفاهم وطرح الحلود الخاصة بهذه المشكلة التي تواجه كل بلادنا والعالم بشكل عام المؤتمر يحمل قدرا كبيرا من المعلومات عن القارة الأفريقية ولقد ناقشنا تأثيرات تغير المناخ والتحديات الحالية في هذا الموضوع بالإضافة إلى تحديات القارة التي تكمن أيضا في الإرهاب وفرض السلم والأمن بشكل عام وأيضا نوقشت قضايا الحروب الأهلية والتحديات المحيطة بها وأنا باعتباري ممثلا لحكومة جنوب السودان نسعى أن نعطي الكثير في هذه الموضوعات التي طرحت في المؤتمر وأيضا لدينا الكثير من التحديات في بلدنا والتي نسعى لمند جسور التعاون مع دول القارة الأفريقية بشكل عام ومصر بشكل خاص منتدى أسوال للسلام والتنمية المستدامين يحمل في نسخته الثالثة أجندة وطنية مصرية إفريقية لمواجهة تحديات القارة والنهوض بها مما يترجم دور مصر في تحقيق السلم والتنمية داخل القارة الإفريقية تتزامن النسخة الثالثة لمنتدى أسوال للسلام والتنمية المستدامين مع التجهيز لقمة المناخ كوب 27 التي ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ حيث يحظى الملتقى بنقاشات عديدة حول تداعيات تغير المناخ في تحقيق السلم والتنمية في إفريقيا مما يعد عكاسا لدور مصر في تعزيز التعاون الدولي والإفريقي في هذا المجال محمود جميل التلفزيون المصري